السلام عليكم اخواتي شكرا لتعليقات الحلوة اللي كدخلوها لي دايما في الفيديوهات وشكرا لإنضمامكم بالقناة اخواتي الجديدات هنا كنت قمت بتسميتها البصارة وقليت معها الحوت هنا غاد نقول لكم حتى الطريقة انها باش من احسر من ديروش في الشابليوغ نديرو في مد دقيق للبيض ومن البيض للدقيق الزيت عود هذه هي كي يخرج ما شاء الله زوين حسن من شابليوغ لان كنتكملت لي لشابليوغ وقوت يالله نكمله بالدقيق اذا فهكدا من الاحسن يخرج هكدا مزيان نعودها لكم ان شاء الله في فيديو في اخر الفيديو ان شاء الله مهم هكدا كي يخرج ما شاء الله هكدا السمك الحوت قطعتو قد صبع قد صبع شوية الوسطاني هكدا كل الشهد هكدا قد صبع صغير قمت بصور وهم غادي يغلادوا من بعد من اللي غادي نديروهم الدقيق ونديروهم البيض كي يخرجوا هكدا ما شاء الله زوينين مقرمشين لديدين مهم غادي نقول لكم هنا تقدروا تشاهدوا في القناة ديالي مرحبا بكم فضلا وليس امرا هنا في اليوتوب وحتى عندي سوى ثمانية ثمانية ستة في الانستاجرام اذا بغيتو اي سؤال مهم كيف درت هنا يا البصارة قليتها في الزيت قمت بزيت الزيتون قمت بزيتام السوء من بعد تقليلها ولكن لم تقليلها تحمر ولا تحرق نضيف لها المحامي ومن بعد تجعلها اطيب نستطيع اضافة لها نقص لها قليلا لتشرب لها من بعد تجعلها طابت لأنها سارة مهم ليس الحمصة مهم اثنت نطحنها نضيف لها القليل على النار من بعد تقليل هذا كن حوز اشترك قليل يجعل السبب يكون لول في الدقيق و البيض و البيض في الدقيق و البيض يصبع يصبع و يجيزين ان شاء الله نفق نقلبه مرة اللولة مرة الزوجة عاود يتحمر عاود نقلبه مرة تحمر شوية عاود نقلبه هذا مهم يكون شخضر و يكون لديد ما شاء الله نقدمه مثلا مع البصارة أو مع اللي بغينا مثلا البصارة دائما تبغيها للسمك مرافقة بالسمك او اللبشي في ليته او اللحم كي يكون ما شاء الله زوينا كي ترطح هادك ساردين او البقرون سكسميت وبقرون الزانشوا وهكذا كي يكون لديدين ما شاء الله هاد الحوت كي ما قلت لكم بلا ما تديرو لولا شابلور ديرو لغي الدقيق لان الدقيق اعود الى هادك الزيت و ما تقليوش ما تقليوش تتوجدوا كل شي وتنفضوا لهم الدقيق و عاد باش تقليو حسن هكذا كي يخرج ما شاء الله زوينا شكرا للمشاهدة سلام شكرا للمشاهدة